السلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير اعلم بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الزتون المخلل بطريقة طحفة جدا هو طبعا الزتون نزل من زمان في الاسواق وقرب كمان يخلص انا للأسف مصورة الفيديو ده من فترة من حوالي شهر بس حصلت الظروف كده خلتني اتأخرت في تنزيله عمتا النهاردة ان شاء الله هقلوك على طريقة حلوة جدا لتخليله كمان الاضافة اللي انا بحطها له او الخلطة اللي انا بخلل بها الزتون بتجيله طعم فوق الرائع بيكون حتى احسن من اللي بتبع جاهز في السوبر ماركت يلا بينا نسمي اللون بتجيه على طول دول اتنين كيلو من الزتون التفاحي انا بفضل ان انا يعني اخلله عن الزتون العزيزي كمان لانه بيبقى يعني كمية اللحم تبتبقى كبيرة طبعا جبتهم نقيتهم غسلتهم كويس جدا صفتهم من المية هنبدأ اول حاجة اه هخبط عليهم كده او هدق الزتون بالمدائب بتاع اللحمة او اي حاجة كنت قيلة عندك اه بخبطه خبطتين كده بيتشقق بس يعني مش بصعب على نفسي مش بعملوا بسكينة بقى ولا بشوكة هي بقتين كده بيخلو الزتونة تتفتح وتتشرب كويس جدا من التدبيلة اما عن الخلطة بقى اللي انا بخليل بها الزتون عبارة عن حزمتين من الكرافسة متقطعين وكمان ربع كيلو جزر مبشور وهي ربع كيلو او اكتر شوية من الفلفل قطعته كده اي حلقات او ترانشات وهي خمس ست فسوص توم بقطعهم اربع آآ التوم بتدي له طعم رزيز جدا ونكهة مميزة بيكون زي الجاز واحسن كمان آآ هنا بضيف تلات معلق من العصفر معلقة واحدة بس من حبة البركة مش برضه ازود علشان بتغمقش اللون وعية المخلل والحاجة المميزة جدا ان تدي له طعم وريحة ونكهة في منتهى الجمال اللي كوزبرة ناشفة كمان بضيف ربع كيلو من اللمون بخسله كويس بقطعه ارباع بحطه في وسط الخلطة دي ومعلقتين من الفلفل الاحمر الماروس او هارست الشطة يعني معلقتين ان كنتي بتحب الحاجة صبايسي آآ طبعا مش بتحب الحاجة صبايسة خلاص ممكن استغني عنهم بقلب الخلطة دي كلها كويس جدا طبعا الالوان جميلة ريحة خطيرة آآ خلي بالكم الخلطة دي لسه الان ما حطتش الملحم فيهش ملح خالص الملح بحطه في آآ في المية او آآ المحلول الملح يعني بجهزه مع بعضه مش بحط في الخلطة دي ملحة خالص هنا بكون مجهزة البرتمانات طبعا البرتمانات نجيفة جدا آآ مت صفية من المية وكمان من نشفها او معقماها بمعنى ان انا يعني غسلها كويس وحط فيها شوية تخلي مقلبهم في البرتمان كده ومفضيهم ومصفيهم نشفهم بقى بورقتين منديل ببتدي بقى احط من الخلطة واحط عليها من الزيتون واهم حاجة ان اكتملي البرتمانات كويس جدا او تجبسي البرتمان يعني بتزقي بييدك كده الزيتون مع الخلطة آآ متخليش فراغات علشان ما يخشلوش هوا ويفسد بحط كده بالتبادل باملى البرتمانات بتاعتي الخلطة والزيتون طبقة تانية من الخلطة والزيتون لحد ما بخلص الكمية كلها هنا بجهز المحلول الملحي دي لتر من المية ولازم تكون مية آآ مغلية وبردة يعني انا من الصبح عارف ان انا عامل بخلل فغلت مية في الكتل وستها بردت خالص كل اللتر من المية عليه اربع معالق من الملح وربع كبية عصير اللمون وربع كبية خل بقلبهم كويس جدا وبحطهم بزود بيهم البرتمانات لحد ما بكمل الكمية كلها هنا على الوش قشر اللمون اللي انا عصرته بقى في البيه كده على الوش علشان لو كونت طبقة قلبيدة او ريم الابيض ده يتبقى فوق القشر اللمون ما يطلش الزتون منها حاجة خالص وطبعا على الوش بقى بحط معلقتين او تلاتة كده من الزيت علشان يمنع دخول الهواء ويمنع عن اي حاجة تفصل وبقى في البرتمانات كويس جدا بغطى محكم لو الغطى عندك مش محكم قوي ممكن تغطي طبقة من الستريتش وبعدها تقفلي بالغطى وابلالفة هنا وشفة طبعا الزتون كده جاهز وتمام تقدري تكلي منه بعد عشرين يوم بالضبط يعني تلات اسابيع وتكلي منه بالفة هنا وشفة بس طبعا بعد ما نفتحه ونبتدي نسحب منه هنشيله في التلاجة دلوقتي هنشيله عادي في دلوف المطبخ نركينه لحد ما يتخلل خالص ياخد الفترة بتاعته اللي عشرين يوم او التلات اسابيع واول ما بتدي افتحه اخد منه البرتمان اللي هفتحه هشيله بقى في التلاجة وطبعا لازم اخد منه بماسك كده او بمعلاقة يعني ما مدش ايه دي جول البرتمانات هي دي طريقتي بتخليل الزتون طريقة سهلة جدا وبسيطة والنتيجة في النهاية روعة آآ جربوا بقى الحقوه ممكن تعملوه لسه الى الان نتوفر الزتون في السوق اتشجعوا وعملوا الكمية اللي انتو عايزينها ممكن تعملوه بزيادة شوية طبعا علشان كل سنة انتو طيبين رمضان يبقى عندكم المخلل بتاعكم وكده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو بتنسيش انعجبتكم الوصفة لايكو شيروا سبسكرايب للقناة اشوفكم على خير ان شاء الله فصفات احلى شكرا لكم السلام عليكم